السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملاء الأعزاء في دبلومة طرق الكمية الفرقة الأولى مادة طرق البحث الإحصائي أهلا بكم في المحاضرة الأولى استكملا لللي كنا وقفنا عنده أتمنى إن شاء الله كلكم وكل أحباكم تكونوا بخير ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا من كل سوق موضوع محاضرتنا النهاردة بنكمل الاختبارات اللامعالمية احنا كنا بدأنا بكاي سكوير زي ما انتوا تفتكروا هنكمل النهاردة الاختبار التاني اختبار والكوكسون لمقارنة عينتين بديل اختبار والكوكسون بيعتبر بديل اختبارته للعينات المرتبطة أي أن الغرض منه هو اختبار وجود اختلاف جوهري بين عينتين قبل وبعد حدوث حدث معين يعني بعد إجراء تجربة معينة زي ايه جماعة لو مشيت على ضاية مثلا وخدت الوزن قبل وبعد بنلاحظ مثلا لما بنكون بنيجي نعمل اختبار عايز تعمل تاخد كورس انجليش مثلا فتدخل تعمل اختبار الاختبار ده بيحدد لك المستوى مفروض ان مستوىك عشان هتدخل على الكورس مستوىك قبل الكورس يختلف عن بعد الكورس او بمعنى اصح ان المستوى بيزيد الناحي المعرفية عندك بعد الكورس ده بتزيد عن قبل ما تاخد الكورس طيب فانا بقول ان العينتين بيبقوا مرتبطين عشان كده لان يعني معناه ان نفس الافراد بتوع العينة الاولى هم هم الافراد بتوع العينة التانية بس حصل لهم اختلاف ما يعني سواء كان اي حاجة مروا بيها كورس اتعلموا ضايت مشيوا عليه مثلا اسليب اعلانية استخدمناها وبنشوف تأثيرها على المبيعات اسليب انتاجية اختلفت او مواد معينة اختلفت في الانتاج بشوف تأثيرها على جودة الانتاج وهكذا طيب بقول الاختبار ده بيستخدم في حالة انه العينات بتكون مرتبطة عدم توفر شروط التوزيع الطبيعي وده اللي احنا قلناه على اللي هي النام بارامترك تستس كلها اللي هي الاختبارات اللامعالمية كلها انه هو ما بيبقاش لازم يكون متوفر شروط التوزيع الطبيعي يمكن تطبيقه على جميع انواع البيانات الترتيبية احجام العينات اقل من او تساوي عشرين تعالوا نتنقل ساوي كده على خطوات الاختبار خطوات الاختبار دايما باهتم احط الفروض بتاعتي الفرض الاصلي ده يوجد فرق بين العينتين الفرض البديل يوجد فرق بين العينتين نمرة اتنين هحسب الفرق بين بيانات العينتين نمرة تلاتة بحاول الفروق الى فروق مطلقة نمرة اربعة برتب الفروق يعني بدلها رانكينج برتب الفروق المطلقة صعوديا زي ما هنشوف مع بعض هرجع تاني الاشارات اللي انا تجهلتها يبقى هقسم هيبقى عندي خانة بعد كده الرتب مجابة ورتب سالبة احصائية الاختبار اللي هو بتاعه الكوكسون هي عبارة عن نجموع الرتب المجابة دي اللي انا هاهتم ان انا اخدها من الجدوى البتاعي وبرمز لها بالرمز واو ستار يتم امتى ارفض الفرض الاصلي اذا كانت واو ستار اكبر من واو الجدلية لدراسة تأثير نوع جديد من الالبان على اوزان الاطفال تم اختيار عينة من سبع اطفال وتم قياس اوزانهم قبل وبعد تناول هذا النوع من الالبان فكانت النتائج كما يلي ادي وزن الاطفال قبل تناول اللبن والاوزان بعد تناول اللبن المطلوب هل هناك فرق جوهري بين اوزان الاطفال قبل وبعد استخدام هذا النوع من الالبان بمستوى معنوية خمسة في المية وبمعلومية انه كمان واو ستة بتساوي زير واو سبعة بتساوي اتنين ستة وسبعة دول هو الان لان انا بديك الواو الجدولية عند الالفة والان اللي هي حجم العينة الالفة خمسة في المية ونون هنا او الان ستة ونون سبعة طبعا انت هتختار نون المزبوطة اللي هي تتوافق مع حجم العينة انا عندي عينة من سبعة اطفال يبقى مفروض واو الجدولية بتاعتي واو سيفن دي اللي انا هقارن بيا اللي هي بتساوي اتنين طب نكمل كده نشوف الحل خطوة الاولى هحط الفرد الاصلي لا يوجد فرق جوهري بين العينتين الفرد البديل يوجد فرق جوهري بين العينتين هحسب قيمة واو ستار كما يلي واو ستار عندي جدول جميل كده هنعملهم بعض شوف ادي العينة الاولى قبل و ادي العينة التانية بعد الاتنين دول جيفن يا جماعة دي المعطيات بتاعتنا العينة الاولى والعينة التانية ده الجدول اللي احنا اتتهلك في اول المثال هحسب الفروق اللي هي العينة الاولى ناقص العينة التانية بطرحهم من بعض يعني اتنين وسبعة من عشرة ناقص اتباع وثلاثة من عشرة هتدي ناقص واحد وستة من عشرة وهكذا لاخر الجدول حسبنا الفروق طب الفروق ديت اللي هي طالعة نيجاتف و بوزيتف طالعة بالسالب وبالموجب هحولها الى فروق مطلقة يعني اخذ الابسليوت فاليو ليها يعني اتجاها للاشارة السالبة فبقى عندي الجدول اللي احنا شايفينه ده العمود ده طيب بعد كده رتب الفروق المطلقة حرتبها هديها رانكينج يعني اجي عند اقل رقم في الفرق المطلق اللي هو اوبوينتو اوبوينتو اثنين من عشرة واثنين من عشرة ده مفروض يا جماعة هاخد هبدأ تصعود يعني همسك الاقل قيمة وديها الردبة واحد واللي بعدها اثنين واللي بعدها تلاتة وهكذا طيب انا لقيت عندي فيه رقمين اوبوينتو اوبوينتو يبقى ياخد الردبة ايه وان بلاس تو اوفر تو يعني واحد زايد اثنين على اثنين يعني تلاتة على اثنين يعني هياخد واحد ونص واحد ونص طيب بعد اثنين من عشرة هلاقي عندي ايه هلاقي عندي قلنا اوبوينتو واوبوينتو بعد اوبوينتو جي عندي وان بوينت سكس هياخد سري طيب بعد كده 1.7 هياخد 4 طيب عندي 2.2 1.8 هياخد 5 2.2 هياخد 6 3 هياخد 7 كده خلصنا رتب الفروق المطلقة طيب جميل جدا بعد كده اروح مفرقة ما بين احط الموجب وحط السالب اللي كان اشارته موجبة احط الرتبة بتاعته بالموجب واللي كان اشارته سالبة احط الرتبة بتاعته بالسالب طيب باخد ايه من الجدول ده باخد واو المحسوبة او واو ستار واو ستار او واو المحسوبة بتسوي مجموع الاشارات المجابة يعني 5 زائد 7 تديني 12 12 دي يا جماعة هعمل بيها ايه هي اللي انا حقارنها بواو الجدولية واو الجدولية اللي هي واو 7 باتنين يبقى واو ستار اكبر من واو 7 لذا يتم قبول الفرض الاصلي بعدم موجود فرق جوهري بين بيانات العينتين عند مستوى معنوية 5 المسال التاني لدراسة تأثير سياسة تسويقية جديدة على حجم المبيعات الكل بست فروع لاحدى الشركات ست فروع دي اللي هي ايه حجم العينة تم قياس حجم المبيعات بالمليون جنيه قبل وبعد تطبيق السياسة الجديدة المطلوب تحديد ما اذا كان هناك فرق جوهري بين في حجم المبيعات قبل وبعد تطبيق السياسة التسويقية الجديدة بمستوى معنوية 5% عند وهو بتسوي 7 وهو بتسوي 8 هنا احنا بس هنقول انه ده بعمل سياسة تسويقية على حجم المبيعات بتمن فروع لاحدى الشركات هما تمانية مش ستة يبقى حجم العينة عندي تمانية هي برضو مازالت اقل من 20 زي ما احنا ايلين هبتكي الخطوات بتاعتي يلاحظ ان البيانات الخاصة بالعينتين مرتبطتين يعني قبل وبعد تطبيق السياسة التسويقية يبقى حنستخدم اختبار روتا بالاشارة اللي هو الكوكسون الفرض الاصلي انه لا يوجد فرق جوهري بين حجم المبيعات قبل وبعد تطبيق السياسة الجديدة الفرض البديل انه يوجد فرق جوهري بين حجم المبيعات قبل وبعد تطبيق السياسة الجديدة مستوى المعنوية ألفة بخمسة في المية في متووس عندنا اختبار رقم ثلاثة كروسكا الوليس اللي هو اختبار لا معالمي بيكون مناسب في حالة وجود أكثر من عينتي وفي حالة عدم توفر شروط توزيع المجتمعات المسحوب منها لعينات توزيع طبيعي مما يجعله أكثر قوة من اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد والحقيقة هو مش بس أكثر قوة لما بيكون الشرط التوزيع الطبيعي مش متواجد ما بقدرش أستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد فبيكون المناسب هو أن أنا أستخدم كروسكا الوليس الإحصائية بتاعة كروسكا الوليس أو كاي سكوير المحسوبة من كروسكا الوليس بتساوي 12 على N في N بلاس 1 في R1 سكوير على N على نون 1 زائد R2 سكوير على نون 2 زائد لغاية عدد من العينات ناقص 3 في نون زائد 1 حيث نون بتمثل عدد مفردات جميع العينات تمام كده؟ نشوف كده مع بعض حقارن زي ما قلت الخطوة الأخيرة اللي هي مقارنة كا تربيع المحسوبة بكا تربيع جدولية بدرجات حرية عدد العينات ناقص 1 من خلال جدول كا تربيع عند مستوى العنوية المحل نسال كده بيقول في الدراسة عن تأثير 3 طرق تسويقية على حجم مبيعات إحدى السلع صحبة 3 عينات من عدة فروع متشابهة تم مراعاة تطبيق الطرق الثلاثة بطريقة عشوائية على تلك الفروع وتسجيل المبيعات بالمليون جنيه فعندنا الطريقة الأولى والتانية والتالتة والمبيعات على الثلاثة فروع المطلوب اختبار ما إذا كان هناك اختلاف جوهري بين الطرق الثلاثة بمستوى معنوية 5% ومعطيات لكاي سكوير 1 ب3 و4 و80 من مية كاي سكوير 2 ب5 و99 من مية كاي سكوير 3 ب7 و82 من مية طبعا كاي سكوير المناسبة اللي أنا هستخدمها هي كاي سكوير 3 الحل المطلوب في المثال ده أن احنا نحدد يا جماعة إذا كان فيه اختلاف جوهري بين 3 عينات لذلك يجب اختبار إيه؟ استخدام اختبار كروس كالوالس لأنها 3 عينات ومفروض كنت هقول لك هنا ممكن وبشرط عدم توفر ايه؟ اه التوزيع الطبيعي الفرد الأصلي بيقول لا يوجد اختلاف جوهري بين الطرق الثلاثة الفرد البديل يوجد اختلاف بين الطرق الثلاثة مستوى المعنوية 5% هنلاحظين يا جماعة أنا رتبت إزاي بدأت بأقل قيمة عندي أنا حطيت القيم كلها بتاعة الثلاث طرق أو الثلاث عينات كمجموعة بيانات واحدة برتبها كأنها مجموعة بيانات واحدة فببدأ أنا عندي أقل فاليو موجودة اللي هي السبعة ادتها واحد ادتها الترتيب واحد طب عندي تمانية وتمانية ادتها الترتيب ايه؟ اتنين وتلاتة على الاتنين هيبقى اتنين ونص واثنين ونص بعد التمانية في تسعة وتسعة هتاخد اربعة وخمسة يعني تسعة الاتنين يبقى اربعة ونص واربعة ونص وهكذا رتبت الغاية ما وصلت لايه؟ لآخر قيمة عندي اللي هي أخدت الترتيب اتنشر طيب جميل جدا بعد كده هحدد الرتب بتاعة العينة الاولى اللي هي من رقم واحد دي لغاية عندي ده كله الترتيب ده يبقى مجموع رتب الطريقة الاولى تسعة زائد اربعة ونص زائد حداشر زائد ستة زائد سبعة هتديني سبعة وثلاثين ونص مجموع رتب الطريقة التانية هتبقى تسعة زائد تسعة زائد اتناشر مجموعة رتب الطريقة الثالثة 12 زائد 2.5 زائد 1 زائد 2.5 زائد 4.5 22.5 عدد مفردات جميع العينات 5 زائد 3 زائد 4 اللي هي النون الكبيرة نون 1 ب5 في تمرين تاني بيقولي في الدراسة عن تأثير دراسة طرق التدريس على أداء الطلاب في امتحان إحدى الجامعات عندنا أربع طرق تم اختبار أربع طرق تدريسية مختلفة على عينة من عشرين طالب وطالبة موزعة لعدة فصول دراسية مختلفة وكانت نتائج الطلاب كما يلي دي طبعا النتائج في الأربع طرق المطلوب دراسة ما إذا كان هناك اختلاف جوهري بين تأثير الطرق الأربع على نتائج الطلاب بمستوى معنوية 5% علما بأن كتر بيع عند حجم عينة 2 بيستوي 5.99% كتر بيع عند نون بتلاتة بيستوي 7.82% وكتر بيع أربعة بـ 9.49% طبعا احنا ملتزمين بكل اللي احنا قلنا يا جماعة في الاختبارات اللامة العالمية اللي هو خدنا كتر بيع لاختبار الفروق وكتر بيع اللي أنا بستخدمه برضو فيه ويل كوكسون وكروسكال واليس المطلوب في المثال ده إذا كان هناك اختلاف جوهري بين بيانات أربع طرق تدريسية أكتر من عينتين بغض النظر عن كل عينة هستخدم سكال واليس الفرد الأصلي أنه لا يوجد اختلاف بين الطرق التدريسية الفرد البديل يوجد اختلاف بين الطرق التدريسية الأربعة المستوى المعنوية 5% هحسب كتر بيع هحسب الرتب بتاعة الطرق الأربعة زي ما احنا شايفين كتر بيع بتساوي 21 و 78 من 100 لما قارنها بي كتر بيع الجدولية هلاقي إنه يجب رفض الفرد الأصلي وقبول الفرد البديل الذي يقضي بوجود اختلاف جوهري بين تأثير طرق التدريسية الأربعة على أداء الطلاب بمستوى معنوية 5% لأن كتر بيع الجدولية بـ 12 و 84 من 100 أقل من المحسوبة لما بيكون كتر بيع المحسوبة أكبر من الجدولية برفض الفرد الأصلي وبأبل الفرد البديل بوجود اختلافات